السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبابي ومتابعي برنامجنا برنامج أسوة على الهوى واستكمالا لسلسلة مراجعتنا النهائية في مادة الرياضيات والنهاردة بإذن الله رب العالمين هندخل على الجزء الثاني لمراجعة النهائية في مادة الجبر والهندسة الفراغية ويلا بسم الله توكلنا على الله نخش مع بعض على أول سؤال مع بعض بيقول لحضرتك إذا كان عين بيساوي 2 ناقص ته على 2 زائد ته حيث ته تربيع تساوي سليب واحد طبعا أوجد مقياس العين عندنا هنا طبعا أول منبص على البورد كده هنلاقي أنه عندنا مشكلة أنه ما ينفعش نلاقي عدد تخيولي فين في المقام يبقى لازم نتغلب على هذه المشكلة ونضرب في المرافق يبقى 2 سالب ته بسطا ومقاما يبقى هنضرب على 2 سالب ته بسطا و2 سالب ته مقاما نرجع بعد كده نضرب مع بعض يبقى 2 سالب ته لكل تربيع فوق أما تحت 2 في 2 بأربعة وسالب في موجب بسالب وته في ته بته تربيع اللي يتحول لنا دي الموجب واحد يبقى تصبح عندنا القص اللي فوق مربع كامل يبقى موجب أربعة موجب ته تربيع والأول في التاني في اتنين بسالب أربعة ته وتحت يبقى أربعة زائد واحد خمسة نجمع يبقى أربعة وسالب واحد يبقى ثلاثة ناقص أربعة ته على الخمسة يبقى أصبحت عندنا ثلاثة خماس ناقص أربعة على الخمسة ته وبكده نقدر نجيب المقياس وقدر نجيب الزاوية كمان اللي هي الساعة الأسية لو هو عازها مني هو طلب المقياس بس يبقى جزر سين تربيع يبقى لام تساوي جزر سين تربيع زائد صد تربيع يبقى جزر ثلاثة على الخمسة تربيع زائد سالب أربعة على الخمسة تربيع وعلى ألتنا يدينا واحد ويبقى لاختيارنا لاختيار دال ندخل على السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك الساعة الأساسية للعدد اتنين افتح قوس جت باي على الأربعة ساعدته سالب ته جا باي على الأربعة طبعا هنا ملاحظين طبعا إن الإشارة اتنين على البرد كده جت باي على الأربعة سالب ته جا باي على الأربعة ملاحظين إيه معايا ملاحظين طبعا الإشارة هنا سالب يبقى دي مش على إيه مش على الوضع الابتدائي أو الوضع أو على الصورة العامة للصورة المثلثية يبقى لازم السالب ده يخش طبعا الزاوية جوه يبقى اتنين جتا باي على الاربعة طبعا وحط السالب ان كده كده الجتا من الدولة الزوجية اللي بتشيل السالب معنا زائد ته جا سالب باي على الاربعة وطبعا طالب الرياضة عارف كويس جدا 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 ان هو هنا شغال موجب وسالب يعني هو شغال كمان في الربع الرابع وانت عارف ان الربع الرابع تمام تقدر تجيب بيه الزاوية بسرعة تترحى يا دوبك ايه وتحطها على السعر الاسية على طول يبقى كده نزبطها على السعر الاسية على طول يبقى السعر الاسية بتاعتي سالب باي على الاربعة واتأكد يا جماعة دايما ان هي تنتمي من السالب باي الى الموجب باي زي ما احنا متفقين ويبقى اختيارنا ان شاء الله يبقى الاختيار به ندخل بعد كده على السؤال الثالث بيقول لحضرتك اجب عن احد الفقرتين ضع العدد عين بيساوي واحد موجب تيه حيث تهتر بيه طبعا بسالب واحد على الصورة المسلسية ثم اوجد الجذور التكايبية للعدد على الصورة الاسية مديني عدد مركب تعرف ايه على عدد مركب؟ معرف عنه حاجة تيه عندي لام او المقياس طبعا وعندي السعر الاسية اللي هي السيدة يلا نبدأ يبقى عين بتساوي واحد موجب تيه اقدر اجيب منها اللام بتاعتي جزر سين تربيع زائد صد تربيع يبقى الكلام ده معانا بيساوي جزر اتنين اخش بعد كده اجيب السيدة قبل ما اتجيب السيدة اتأكد الاول هي موجودة في انهي ربع لانت عارف ان كل ربع عندنا ليه مفتاح ليه طريقة للدخول هنا طبعا موجب وموجب يبقى انت شغال في الربع الاول يبقى زاقص سالب واحد صد على سين يبقى زاقص سالب واحد للواحد وده تطلع بخمسة واربعين درجة اللي هي باي على الاربع انا كتبت لك الاتنين تقدير ده إليه ستين نبدأ بعد كده عايز ايه مني عايز احطها على الصورة المثلثية خلاص يبقى العين هتساوي جزر اتنين في جتة باي على الاربع او خمسة واربعين زائد تهجا باي على الاربع ولو عايز الصورة الوسية كمان يبقى جزر اتنين هي قص باي على الاربع ت الصورة المثلثية يا جماعة الصورة المثلثية لا تتطلب الزاوية تكون على التقدير الزاوية الدائري لكن الصورة القصية لازم سيتها الدائري في ته كده أنا جدت العدد أبدأ بقى جيب له جزره التكايبية جزره التكايبية يبقى الجزر التكايبي طبعا مظرية ديموفر يبقى الجزر اتنين جزرها التكايبي يبقى اتنين في تلاتة بستة يبقى الجزر السادس للاتنين هي بقى الجزر السادس للاثنين معايا وابدأ بعد كده جتا 45 زائد 2π اللي هي 360 في ري على الاثنين زائد تهجة 45 زائد 360 ري على الاثنين وزي ما احنا عارفين طبعا ان الري هتبقى مرة بصفر ومرة بواحد نبدأ نعوض تعوضاتنا الاولى وكل ما تعوض تتأكد دايما ان دي على الصورة الايه المثلثية عندما الره بتسوي صفر هيبقى الجزر السادس للاثنين جتا 45 هو عايز الجزر التكايبي يبقى هنا على الثلاثة طبعا يبقى مرة بصفر ومرة بواحد ومرة باثنين جزر التكايبي 45 على الثلاثة فيها الخمستاشر والخمستاشر لما نحاولها دائري تبقى باي على الاثناشر زائد تهجة باي على الاثناشر نرفع للصورة الاوسية يبقى الجزر السادس للاثنين فيها قص باي على الاثناشر تهجة دا كده اول واحد معنا ممكن بعد كده نقدر نجيب الصورة التانية لما عندما الهي عندما الري تساوي اجيبها بفوق هنا على جنب وخليك معي نعوب بعد كده العين الجزر التكايبي التاني هشيل ارجع للقانون اشيل الري وحط مكانها واحد يبقى جتا يبقى الجزر السادس للاثنين جتا يبقى الجزر السادس للاثنين جتا تلاتة باي على الاربعة اللي هي المية خمسة وتلاتين يبقى تلاتة على الاربعة زائد تهجة تلاتة باي على الاربعة نفس القص ودي برضو على الصورة الاساسية لو انا عايز اجيب الاخيرة بقى همسح بقى معلش هنا وابدأ احطوا واحد تانية كده مع بعض ابدأ اعوض التعويضة الاخيرة بالنسبالي اللي هي عندما الرهب تساوي اتنين يبقى جزر التكعيب التالت جزر ستة للاتنين وهنعوض اخر تعويضة معايا عندما الرهب تساوي اتنين ابدأ اعوض مكان الرهب اتنين هتلاقي جتة 255 زق التهجة 255 ايوه اطمام سمع واحد بيقول لها مستر 255 اكبر من 180 يبقى لا تنتمي للسعر الاساسية برافو عليك يبقى انضطر نطرح منها دورة كاملة 360 هتبقى جتة سالب 105 وال 105 لما نحولها دائريا هتبقى بتساوي سالب تقريبا 7 باي عل 12 يبقى اصبحت يبقى هنطرح منها وهنسويها يبقى هطرح منها اول حاجة 255 ناقص الدورة الكاملة 360 درجة تبقى سالب 105 سالب 105 حولها دائري سالب 105 يبقى هتبقى بتساوي جزر 6 هكتبها معلش على طول هي قص سالب 7 عل 12 ته يبقى سالب 7 عل 12 باي في ته وبكده بقى انا جبت الصورة القصية تمام للتلات جزور يبقى دايما وانت بتعوض هو عايز الجزر التكايبي يبقى يخلي بالك الجزر التكايبي يبقى الره بتاعتك دايما اقل من النوم بايه بواحد برافو عليك تمام يبقى لو انت عايز الجزر التكايبي بتعوض مرة ما كان الره بصفر مرة بواحد مرة باتنين عايز الجزر الخامس يبقى صفر واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى دايما اقل من الردبة اللي انت عايز توصلها بكام بواحد ودايما وانت بتعوض خلي بالك من موضوع السعر القاسي لان السعر القاسي على نص درجة مهمة جدا ندخل بعد كده على السؤال التالت به مع بعض اذا كان عين بتساوي يبقى اذا كان عين بتساوي واحد سالب جزر ثلاثة ته حيث ته تربية بسالب واحد اوجد عين قس ثلاثة على الاثنين طبعا السؤال ده مركب من خطوطين لسه طبعا هنجيب الصيغة المثلثية دي ما فيهاش نقاش لكن عايز عين قس ثلاثة على الاثنين طبعا عين قس ثلاثة تخضع لنظرية دي موفر للقس الصحيح الموجب تمام اما على الاثنين دي ده كده القس الكسري يبقى انت هنا تستخدم النظر يتم مع بعض يلا بسم الله توكلنا على الله نبدأ اول حاجة اللام جزر ثلاثة تربيع يبقى واحد تربيع زائد جزر ثلاثة تربيع على قلتنا يدينا اثنين كده يبقى انا خلصت اول حتة بالنسبالي اجيب السيتا والحمد لله موجب وسالب احنا شغالين في الربع الرابع والربع الرابع يبقى زاقص سالب واحد برضو صدع على سين تدينا سالب ستين درجة يبقى زاقص سالب واحد للسالب جزر ثلاثة يبقى سالب ستين درجة اللي هي تبقى سالب باعة ثلاثة دائرية كده انا هتمامو زال فل ابدأ بعد كده احط الصورة المثلثية يبقى عين بتساوي اتنين جت سالب واي على الثلاثة زائد تهجاه سالب واي على الثلاثة عايز مني ايه بقى او عايز منك حاجتين عايز منك عين تكعيب وبعدين تجيب لها الجزر التربيع يبقى عين قص ثلاثة على الاثنين بقى دي كم خطوة خطوطين يلا نجيب عين تكعيب اولا يبقى عين تكعيب اتنين قص ثلاثة بتمانية في جت سالب واي على الثلاثة في ثلاثة تبقى سالب واي اللي هي سالب مية وتمانين زائد تهجاه سالب مية وتمانين اللي هي سالب باي كده احنا تمام جدا نرفع بقى للجزر التربعية يا الله يبقى عين قس 3 على 2 جزر التربعية للـ 8 2 جزر 2 اما جتا تبقى سالب البي طبعا 180 زائد 2 باي ري يبقى 360 في ري على 2 زائد ته جا نفس الكلام يبقى سالب 180 زائد 360 ري على الـ 2 وبكده اكون نحططها الره بقى بتاعتك يبقى انا كده هكون نحططها على ايه 2 قس 3 على الـ 2 نقص التعاوض 2 مرة الره بصفر ومرة الره بواحد ونبدأ برضو وانت بتعاوض تبص على السعر ايه الاساسي يلا يا سيدي عندما الره بتساوي 0 يبقى 2 جزر 2 جتا سالب 180 على الـ 2 يبقى سالب 90 اللي هي سالب باي على الـ 2 زائد تهجا سالب باي على الـ 2 ومحططها على السعر الأساسية وزي الفل ما فاش ايه مشكلة ولو عايز نجيب لك الصورة القسية كمان يبقى 2 جزر 2 هي قس سالب باي على الـ 2 تهجا يلا مكان الره يبقى عين قس 3 على الـ 2 الجزر التربيعي التاني يبقى 2 جزر 2 ومكان الره نحط ايه 1 يبقى 360 في 1 بتلتمية وستين وسالب 180 يبقى 180 على الـ 2 في الـ 90 يبقى جتا باي على الـ 2 زائد تهجا باي على الـ 2 ودي برضو على السعر الأساسية ومزبوطة بصرتها المسلسية 2 جزر 2 هي والسي باي على الـ 2 تهجا وبكده اكون خلصت سؤالي مفوش اي مشكلة يبقى دايما بصها سنة تالتة الجزء بتاع العديد المركبة سهل جدا 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 هو كله 3-4 قوانين بس يستخدمهم صح اكد انك بقى ما يستر كده في الرياضة بالراحة ما تستعجلش ولا ايش اشترابات قلبك زادت عادي خالص بالراحة انت كل حاجة زي ما قبل كده رجعنا على التفاضل ورجعنا على الـ الديناميكا وبرضو الاستاتيكا كل حاجة لها ايه مفتاح ليه قانون امشي عليه انت بتتكلم في عدد ايه عدد مركبة عدد مركبة ما فيشغل وبعدين نظرية الديموفر للاعداد اللوس الصحيح الموجب او للكسور طبعا وهكذا ندخل على السؤال رقم اه اربعة خواص المحددات اسبت ان طبعا في خواص المحددات سنة ثالثة لما يجي يقولك بدون فك المحدد بدون فك المحدد يبقى انت عارف ان في النهاية لازم توصل ايه للصورة المسلسة للمحدد اللي يحصل ضربة عناصر القطر الرئيسي عادته لتخلص يبقى اذا يقال لك بدون بدون فك المحدد بدون فك المحدد اثبت ان يبقى انت عارف ان نهايتك هتكون هتلاقض تلف ودور حوالي من الصورة لايه المسلسة لكن لو قال لك باستخدام الخواص اثبت ان يبقى انت حر ممكن توصلها لفترة معينة وفي الاخر تستخدم خاصية من الخواص انك تفك يلا نبصي هنا المحدد اللي قدامك دوت في المحدد اللي قدامك اثبت ان المحدد موجود ترتف ثلاثة واحد 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 سين صاد سين سين سالب سين سالب صاد ده كده الطرف الايمن بتاعي من الطرف الايمن عايز حضرتك تعمل ايه عايز توصل لسين تربيع سالب صاد تربيع طبعا الطرف دوت لو بصت عليه هلاقي هنا واحد وهنا برضو واحد وهنا برضو واحد يبقى الشغلة كده أعمدة هلاحز كمان إن هنا سين وهنا برضو نفسها في العمود التالت يبقى انا هنا لو ضربت العمود الاولاني في سالب واحد وجد جماعته عالتاني والتالت هحصل هنا على صفر وهحصل هنا برضو على صفر وهنا دي هتطير معا دي برضو بقى هنا صفر يبقى صورة ايه مسلسة يبقى الشغلة على العميدة لان هنا واحد 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 متسوين يبقى لما اجا اضرب في ده في سالب واحد واجمعه على هنا واجمعه على هنا يبقى انا كده حصلت على الاول صفرين وكمان هتلاقي هنا سين وهنا سين برضو متشابهين يبقى لما اجا ضرب اضرب في سالب واجمع على العمود الثالث اكيد هتطير ودينا في العمود الثالث صفر نبدأ يلا ونشوف هنوصل ليه يبقى بضرب عين واحد العمود الاول في سالب واحد والجمع على عين 2 و عين 3 خلي بدنا يا سينا ده كويس طبعا مفروض المعلومة دي احنا ايه حظرناها كويس بس بنأكد عليها انك اللي بتضرب فيه ده ما بيتغيرش ده سابت لكن اللي بتجمع عليه بقى هو اللي بيتغير يبقى العمود الاولاني ده كده ملكش دعا بيه خالص 1 سين سين ده كده ملكش دعا بيه نهائيا اللي هتجمع عليه بقى هو اللي هيتغير معاك نضرب في سلب 1 و نجمع هنا يبقى 0 هضرب في سلب 1 يبقى سلب سين واجمع هنا يبقى سلب سين موجب صاد هاخد السلب عامل مشترك يبقى سلب سين ناقص صاد هضرب هنا يبقى سلب سين واجمعه هنا سلب سين يبقى سلب 2 سين كده احنا تمام نخش على الاخراني اضرب في سلب 1 واجمع سلب 1 وموجب 1 برضو صفر سلب سين وهنا موجب سين هيدينا برضو صفر سلب سين وهنا سلب صاد يبقى سلب سين سلب صاد اخد السلب عامل مشترك يبقى سين موجب صاد اعتقد كده انا وصلت للحتة اللي انا بيدور عليها اللي هي الصورة الايه المسلسة كده من تمامه ازال فل ابدأ بقى حاصل ضرب عناصر قطر رئيسي يبقى محدد على الصورة المسلسة يبقى حاصل ضرب عناصر قطر رئيسي واحد في سالب سين ناقص صاد في سالب سين زائد صاد سالب في سالب طبعا بمجب سين ناقص صاد وسين زائد صاد ده فرق الممربعين يضربه بعض يبقى سين في سين بسين تربيع وسالب صاد في موجب صاد بسالب صاد تربيع وبيساوي الطرف الايسر وهو المطلوب اثباته كده طبعا الدنيا سهلة وطبعا احنا خلي بالكم ان احنا في الجزء الاول مأكدين النوعية دي يا جماعة بتيجي كتير جدا في الامتحان والمرة اللي فاتخدنا عليها تنين تقريبا شردات شوية او صعبين شوية خلي بالك من النوعيات دي لانه دي اللي بيدور عليها مجمل الاحداث بالنسبة لإثباتات ايه؟ لإثباتات المحددات ندخل على رقم اربعة مع بعض بيقول لحضرتك معادلة الكرة هندسة فراغية معادلة الكرة التي مركزها اتنين وصفر وصفر وتمس المستوى الاحداثي صاد عين ايوة الحتة التكابة بتتمس تمس المستوى الاحداثي صاد عين يبقى تمس المستوى الاحداثي صاد عين يبقى ايوة ناقب يساوي مقاس السين تمس سين صاد يبقى ناقب يساوي مقاس العين تمس سين عين يبقى النقب بتاعك مقياس الايه الصاد ولو مست الثلاث محاور يبقى النقب يساوي مقياس السين مقياس الصاد مقياس العين يبقى انت كده عرفت معنا كلمة ايه تمس يبقى معادلة مركزها نكتب الصورة القياسية مع بعض ونشوف ربنا يكرمنا يبقى الصورة القياسية يبقى سين ناقص تربيع بص انا بعملها ازاي صاد ناقص تربيع عين ناقص تربيع المركز بتاعنا بقال لحضرتك اتنين وصفر وصفر يبقى 2 0 0 كل الكلام ده بيساوي ايه يا مستر؟ بيساوي نق تربية وإحنا قلنا نق تربية هاه هي بتمس صد عين يبقى النق بيساوي مقياس السين والسين عندنا بكام؟ ب2 يبقى النق بتاعتنا ب2 يبقى نق تربية بكام ب4 يبقى سين نقس 2 تربية زائد صد تربية زائد عين تربية كل الكلام ده بيساوي كام؟ 4 طبعا دي كده الصورة الايه؟ القياسية لقيتها في الاختيارات خير وبركة ما لقيتهاش في الاختيارات ابتدي فك القصوة جمع عشان تجيب الصورة الايه العامة هنبص في الاختيارات عندنا هلليه اختيار جيم يبقى اختيار جيم سي نقص اتنين لكل تربيع زي اتصاد تربيع زي ادعين تربيع بيساوي اربعة نبدأ ندخل على السؤال السادس نقطة منتصف القطعة دال هي حيث دال باثنين وثلاثة وثلاثة والهي بستة وسلب واحد وسلب خمسة طبعا المنتصف ده قانون بداية انت واخده في تالت عدادي واخده تاني في أولى سنوي كلمة منتصف ببساطة كل ما قولك كلمة نص اجمع وقسم على الاثنين كل ما قولك كلمة نص اجمع وقسم على الاثنين كل ما قولك كلمة نص اجمع وقسم على الاثنين اي حاجة يا جماعة عايز تجيب لها المتوسط احداث نقطة المنتصف اجمع القيم دي وقسمهم على العددهم انت هنا عندك نقطتين يبقى عايز تجيب المنتصف اجمعهم وقسمهم على ايه على الاتنين برضو في نقطة متوسط المثلث لو انت عايز تجيب احداثي نقطة متوسطات المثلث عشان بنحتاجها في الاستاتيكا عندنا المثلث دي كم رأس ليه تلات رؤوس يبقى اجمع وقسم عليه على التلاتة يبقى دايما كلمة متوسط مجموعهم على ايه على عددهم يبقى منتصف القطعة المستقيمة يبقى هجمع نقطة دال مع نقطة هي يبقى رقم سبعة مع بع يبقى رقم سبعة هنجمع الدال والهيه ونقسمه على الاتنين بقى المنتصف الدال كانت باتنين واتلاتة واتلاتة زائد الهيه ستة ويسالب واحد ويسالب خمسة وهنقسم على الكام على الاتنين يلا نجمع مع بعض يبقى اتنين زائد ستة تمانية تمانية على الاتنين فيها الاربعة تلاتة وسالب واحد يبقى اتنين اتنين على الاتنين فيها الواحد 3 وسالب 5 سالب 1 سالب 2 على الاتنين في السالب 1 وبكده يبقى اختياري الاختيار جيم يبقى جيم فعلا 4 1 وسالب 1 ندخل على السؤال السابع قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين يبقى قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين مدينا مستقيمين واحد فيهم على الصورة البرامترية واحد على الصورة المتمثلة بتاعته وعايز طبعا أنا عايز قياس الزاوية بين المستقيمين اهم حاجة في المستقيم يا جماعة متجه الاتجاه بتاعه يبقى اهم حاجة في المستقيم طبعا المستقيم مقاومة حاجتيه النقطة ومتجه ايه اتجاه اهم حاجة في المستقيم متجه اتجاهه لان احنا دائما بشتغل مع المتجهات يبقى الاولاني كان سين بتساوي 2 وسالب 5 كاف الصد بتاعته 1 ناقص كاف العين بتساوي 3 زائد 4 كاف دي طبعا صورة برامترية الحدود المطلقة يا جماعة دي النقطة ومعامل الكاف هو ده متجه لايه الاتجاه يبقى انا كده هجيب متجه الاتجاه وليكن اسمه هي واحد يبقى متجه الاتجاه معامل الكاف بسالب 5 معامل الكاف بسالب 1 معامل الكاف باربعة شكرا دي كده تمام وزال فول نخش على لام اتنين نشوف بقى ايه وضعيته بيقول لحضرتك لام اتنين بسين زائد واحد عالتلاتة اتنين الصاد على الاربعة عين على الاتنين الله دي صورة ايه؟ انت مسلا تمام كده طب ايه المشكلة اللي فيها؟ ده تمام معامل سين بمجاب 1 ده تمام معامل سين هنا بالسالب يبقى دي محتاجة تتزبط يبقى هنا سالب صاد يبقى هقسم بكل من البسط والمقام على سالب 1 لو جنب الصاد فيه اتنين يبقى بقسمة كل من البسط والمقام على اتنين لو فيه سالب 3 جنب الصاد يبقى بقسمة كل من البسط والمقام على ايه؟ على سالب 3 بقى كده نجزم تكون على الصورة الايه؟ الصورة العامة دي يا جماعة معامل سين بمجب واحد معامل صاد بمجب واحد معامل عين برضو بمجب ايه واحد يبقى دي مش على الصورة العامة محتاجة من نسبة لنا تتزبط يبقى سين زياد واحد عاد ثلاثة دي اوكي ما فياش مشكلة لكن دي بقى هقسمها كلها بسطا ومقاما على السالب واحد يبقى سالب صاد على السالب واحد تبقى مجب صاد مجب اثنين على السالب واحد يبقى سالب اثنين وهنا تبقى السالب اربعة بيساوي عين على الاثنين برضو مصبوطة لأنها بموجب واحد كده متجه الاتجاه بتاعي يبقى ثلاثة سالب أربعة اثنين يبقى متجه الاتجاه التاني اللي هو هي اثنين هيبقى ثلاثة وسالب أربعة وي اثنين كده بالنسبة لي أنا قدرت ايه أمسك الحتة اللي أنا عايزها هيه واحد وهي ايه اثنين نخش بقى على الجتة قانون الجتة بيقول ايه الزاوية بالمستقيمين يبقى جتة هيه واحد ضرب قياسي يبقى هيه واحد ضد هيه اثنين على معيار هيه واحد في معيار هيه اثنين يبقى الزاوية بين أي متجهين بتساوي المتجه الاول ضرب قياسي في المتجه التاني يبقى جتة سيتة بتساوي هيه واحد ضد هيه اثنين يبقى ضرب قياسي وطبعا انت عايز الزاوية لايه الحد يبقى نخط المقياس عشان نجيب الزاوية الحد ولو عايز المنفرجة بعد ما تجيب الحد ترحم 180 تجيب المنفرجة على طول على معيار الاول في معيار التاني يلا يا عام نعوض جتا سيتا تساوي هيه واحد ضد هيه اتنين طبعا انت عندك الاحداثيات يبقى حاصل ضرب المركبة السينية زيه اتحاصل ضرب المركبة الصادية زيه اتحاصل ضرب المركبة الايه العينية مفاش ايه مشكلة يبقى سالب خمسة في تلاتة بسالب خمستاشر كل ده داخل المقياس سالب واحد في سالب اربعة بموجب اربعة تمام نخش على كده اربعة في اتنين بتمانية المعيار جزر سين تربيع زيه اصال تربيع زيه ادعين تربيع خمسة في خمسة بخمسة وعشرين واحد في واحد بواحد واربعة في اربعة بستاشر يبقى كل ده باثنين واربعين في الجزر التاني تلاتة في تلاتة بتسعة وستاشر خمسة وعشرين واثنين في اتنين باربعة يبقى تسعة وعشرين شفت كوزين على الالة ودخل كل الكلام دوت اعتقد هيطلع معاك 85 يبقى سيتها تساوي 85 درجة و 4 دقائق تقريبا يبقى أنا كده جبت لإيه قدرت أجيب الزاوية بين المستقيمين أو بين المتجهين الحاملين لهذه المستقيمين نخش على رقم 8 سوا اوجد الصورة الاحداثية للمتجه بيه الصورة الاحداثية للمتجه ألف الذي معياره 21 جزر 3 أخوة هنا مديك معيار وعشان أكون المتجه لازمنا حاجتين إيه هم الحاجتين اللي لازميني معيار أيوة برفع عليك أيوة متجه وحدة تمام كلا يبقى دايما المتجه ألف يبقى المتجه ألف معي كده على البرد يبقى بيساوي معيار المتجه في متجه الوحدة اللي في اتجاهه معيار المتجه مدهولنا معيار المتجه بـ 21 جزر 3 اليه يبقى مش مدهاني تعال بقى نجيبها في المسواد ده على جم عايزين نجيب اليه حضرتك بتقول يصنع زوايا متساوية القياس مع الاتجاهة المجابة لمحاور الإحداثيات وأذا متكلم عن الزوايا يبقى فيه عندنا متطابقة أساسية اللي هي إيه جتة تربيع سيتا سين زيت جتة تربيع سيتا صاد زيت جتة تربيع سيتا عين كل الكلام ده بيساوي واحد وهم الثلاثة قد بعض يبقى جتة تربيع سيتا زيت التانية برضو جتة تربيع سيتا زيت التالتة جتة تربيع سيتا يبقى ثلاثة جتة تربيع سيتا يبقى بما أن الثلاثة جتة تربيع سيتا لأن الزوايا الثلاثة قد بعض بيساوي واحد على الثلاثة على الثلاثة واجيب الجزر يبقى موجب أو سالب واحد على جزر ثلاثة يبقى دي قيمة الايه الجيوب الثلاثة وبالتالي متجه الوحدة اللي هو مكون من جيوب الايه التلاتة يبقى موجب او سالب واحد على جزر تلاتة وموجب او سالب واحد على جزر تلاتة وموجب او سالب واحد على جزر تلاتة دخل بقى واحد وعشرين على جزر تلاتة جوه القوص يبقى الجزر تلاتة هتطير يبقى موجب او سالب واحد وعشرين وموجب او سالب واحد وعشرين وموجب او سالب واحد وعشرين وبكده تكون حصلت على متجه ألف ندخل على السؤال التامن سوا بيقول لحضرتك يوجد مساحة متوازي الأضلع أو مساحة متوازي الأضلع أو مساحة المسلس طبعا مساحة متوازي الأضلع هو إيه؟ حصل ضرب الاتجاهي أو مقياس أو معيار بمعنى أصح عشان إحنا بنتكلم على متجهات يبقى معيار حصلت ضرب الاتجاهي الألف به حيث مين ألفه به؟ أيوة متجهين خارجين من ضلعين متجاورين يبقى المتجهين الحاملين لضلعين متجاورين أو ضلعين خارجين من نفس إيه؟ الرأس طب والمسلس نص المتوازي يبقى لو طلب من حضرتك المسلس هتجيب برضو حصل ضرب الاتجاهي واتجيب معياره بعين جلنا نصه يبقى أنت حصلت على إيه؟ على مساحة المسلس يلا يبقى هنا عندنا متجهة ألف يبقى بما أن مساحة المتوازي مساحة متوازي الأضلع بيساوي ألف كروس البي وبعد مضربهم ضرب اتجاهي بإذن الله هجيب لهم المعيار بجزر سين تربيع زائد سط تربيع زائد عين تربيع يلا نجيب محددنا محدد مركبات السينية والصادية والعينية الألف حند حضرتك بتلاتة ستة تلاتة البي سالب ستة سالب اتنين سالب اربعة اشارات محددك في دماغك سالب موجب سالب يبقى هنا اول اوة انت تفك بالصف التاني ن Thanos صnahmen بالاول موجب سالب موجب يبقى الموجب في الاولاني وخب العمود الاولاني ستة في سالب اربعة بسالب اربعة وعشرين ناقص سالب ستة يدينا سالب طوانتاشر خب التاني وخلي بعلك ان هنا في اشارة سالب عشان هنعمل حسابها في الاخر يبقى خب دوت يبقى تلاتة في سالب اربعة ناقص سالب 3 في 6 يدينا 6 وفيه سالب تبقى سالب 6 نخب التالت 3 في سالب 2 سالب 6 في 6 يدينا 30 وبكده يبقى أنا جبت حصل الضرب الاتجاه نبدأ بقى نجيب المعيار بالجزر سين تربية زائل سات تربية زائلين تربية يبقى مساحة متواز الأضلع هو معيار الكلام ده يبقى جزر سالب 18 تربية زائل سالب 6 تربية زائل 30 تربية بيساوي 6 جزر 35 وحدة طول مربعة أو وحدة ايه مساحة يبقى وحدة مربعة ولو عايز المثلث يبقى نص الستة يبقى 3 جزر 35 طب نرجع بالمرة على الحجم كده قانونين بالسريع خلي بالك طبعا انت عارف ان حجم متوازي السطوح هو حاجة حاصل الضرب السلاسي الايه القياسي تمام لو آلف وبه وجيم لهم 3 متجهات خارجين من نفس الايه من نفس الرأس يبقى تضربهم حاصل ضرب سلاسي قياسي لو محدد الكبير وتحطت 3 متجهات على طول يبقى انت كده حصلت على حاجة اسمها ايه حجم متوازي السطوح او متوازي الاسطوح تمام خلصت دوت كده طيب افرض لو عايز منك بقى كالتكاية كده دايما بتيجي بس كانت زمان او بتيجي كتير في الامتحانات قالك عايز حجم الهرم حجم الهرم ستس مساحة متوازي السطوح يبقى بعد ما تجيب متوازي السطوح زمان تفاهم كويس جدا 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 يبقى بعد ما تجيب متوازي السطوح وانت حصلت على المساحة مثلا سيه مثلا طلعت 60 يبقى تضربها سمعها الستة يبقى الهرم بعشرة تمام كده يبقى انت خلي بالك من القانونين دول عشان مهمين خصا قانون الهرم ساعات لما بيحب يقرس عليك شوية في الامتحان ما بيجيبش متوازي الاسطوح يجيب لايه الهرم ندخل على اللي بعد كده بيقول لحضرتك سين عشرة بيقول لك جيوب تمام الاتجاه للمستقيم الذي نسب اتجاهه سلب 1 و 2 و 3 يلا يا سيدي عايز جيوب تمام الاتجاهه وجيوب تمام الاتجاه اللي هي مين متجه الوحدة يبقى متجه الوحدة على البرده هو يهب تساوي المتجه على معياره المتجه بتاعنا سلب 1 و 2 و 3 على معياره جزر سين تربيع يبقى 1 تربيع بواحد زائد 6 تربيع 2 في 2 و 4 يبقى كده 5 و 3 في 3 بتسعة نجمحهم يبقى جزر 14 يبقى سالب 1 على جزر 14 و 2 على جزر 14 و 3 على جزر 14 ويبقى اختيارنا لاختيار جيم يبقى سالب 1 على جزر 14 2 على جزر 14 3 على جزر 14 كده يبقى السؤال ده انتهى ونخش على السؤال اللي بعده عدد الطرق عدد طرق اختيار رجعنا تاني المبدأ العدد عدد طرق اختيار حرفين أو طبعا بتاع الرياضة كويس أو أعرف كلمة أو دي تعني ايه أو سلاسة أحرف مختلفين معا من عناصر المجمع طبعا احنا يهمنا كابتاع الرياضة في إحلال ولا ما فيش إحلال طبعا هو حدد وقال كلمة مختلفين خلاص يبقى كده ما فيش إحلال يبقى عدم الإحلال فيه ترتيب للسحب ولا ما فيش قالك معا يبقى كده عدم الترتيب يبقى عدم وعدم يبقى انت في الايه في التوفيق يبقى عدم الإحلال وعدم كمان الايه التكرار آه عدم الإحلال قصدي آسف وعدم الترتيب يبقى انت هتسحفهم مع بعض وقلت المختلفين يبقى شكرا أنا في درس التوفيق عندك كام حرف ألف وبيه وجيم ودال وهيه واو يبقى ستة أحرف يبقى ستة أحرف هاختر منهم اتنين او قدت العطف او تعني ايه ايه واب رفو عليك تمام يبقى زائد ولو قال و يبقى فيه يبقى لو قال و يبقى لو عطف بوا أضرب لو قال او أجمع يبقى هنا اول او يبقى زائد ستة قف تلاتة يبقى اتنين ستة اختار منهم اتنين او ستة اختار منهم تلاتة ويبقى اختيارنا اختيار جيم ندخل على السؤال رقم اتناشر بيقول لحضرتك هنا ايه اذا كان نون زائد اتنين قف أربعة يبقى نون زائد اتنين قف أربعة بيساوي نون تار بيع نقس واحد عايز مننا ايه عايز قيمة نون يلا يا سيدين نجيب قيمة نون نون زائد اتنين قف أربعة بيساوي نون لام اتنين يبقى نون زائد اتنين لام أربعة على مضروب الاربعة اللي هو باربعة وعشرين صح كده بيساوي نون تربيع نقس واحد ابدأ فك اللام نون زائد اتنين اقف عند المضروب ده وعايز منه كم فكة؟ أربع فكات يبقى نون زائد اتنين وفك منه بعديها نون زائد واحد يبقى كل مرة تنازلين بتنقص ايه؟ واحد نون بس وبعدين نون نقس واحد كده دول أربع فكات على 24 كل الكلام ده حضرتك بيساوي نون تربع نص 1 لما تتحلل يبقى نون زايد 1 في نون سالب 1 يبقى نون ونون مجب 1 وسالب 1 اختصر يبقى نون زايد 2 هتطير من هنا على الشيء ياسف نون زايد 1 هتطير مع نون زايد 1 هنتغر كمان نون وقس 1 مع نون وقس 1 يتبقلنا نون زايد 2 يبقى يتبقلنا نون زايد 2 في نون يبقى نون تربيع زائد اثنين نون على الاربعة وعشرين كل الكلام ده بيساوي واحد طرفين فوسطين وخلنا معادلة صفرية وحلال يبقى طرفين فوسطين يبقى نون تربيع زائد اثنين نون بيساوي اربعة وعشرين تخش جوه الاربعة وعشرين تبقى سالب اربعة وعشرين بيساوي صفر يبقى نون ونون اربعة في ستة كبير مثل الاوسط التانية اخد عكسه يبقى إما النون بتساوي موجب 4 أو النون بتساوي سالب 6 كده أنت وقفت وقفة زي الفل تمام؟ ما تتصرعش يبقى أو ترفض ألاقي واحد طلعت سالب يروح رافضها أنت السالب أو الموجب أو تقبل أو ترفض ده بناء على التعويد في المعدلة الأساسية يبقى خلي بالك أن التوافيق لازم اللي فوق واللي تحت يكونوا ينتمون صادر إيه؟ الموجبة يبقى ده شرط الأساسي ما فيهوش نقاش إيه تاني؟ أه اللي تحت يكون أقل من أو يساوي اللي فوق يبقى بص كم شرط؟ شرطين يبقى اللي إيه معاها كده على البرد طلعت معانا بأربعة وطلعت معانا بإيه؟ بسالب ستة ما تروحش يبقى ترفض السالب ستة لا أعوض الأول يمكن تطلع بالموجب يبقى هنا أعوض بيها سالب ستة زائد اتنين يدينا كم سالب أربعة يبقى خلاص ده أوكي؟ أرفض أنت من طمم طيب تمام إيه تاني؟ اللانون بتساوي أربعة هعوض برضو أشوف أربعة زائد اتنين؟ ستة يبقى كده بالموجب عدت من الشرط الأول الستة بقى مش أكبر من الأربعة؟ أكبر من الأربعة يبقى كده ده مقبول طب لو كان مثلا مثلا يعني طلع الستة مثلا دي أقل وتحت تمانية يبقى الستة أكبر من التمانية؟ لا يبقى مرفوض يبقى هو عدى من اختبار الأول يبقى هم عندنا كام اختبار اختبارين لازم تعدي الاتنين ما ينفعش تعدي من واحد وتسقط في التاني ما ينفعش يبقى كده النوم بتاعتنا أصبحت بقام باربعة ويبقى اختيارنا لاختيار به ونبدأ نختار ندخل على حبيبت الكل طبعا ذات الحدين وذات الحدين طبعا من دروسة سهلة جدا بس هي مملة شوية طويلة شوية في الحل بس طبعا سهلة جدا أهم حاجة تركز بتاكل جزر كويس جدا من ليلة الامتحان عشان تخلي بالك من ايه؟ من طبعا الإشارات وتدعك عينك كده كويس شنزات الحدين الإشارة فيها بمسألة كاملة فعلى مهلك أو كل جزر كتير جدا 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 ليلة الامتحان يلا يا سيدي الحد الخالي من سين في المفكوك المفكوك من دهننا سين ناقص الأربعة زي ما هي مفاش مشكلة أما السين اللي في المقام دي هرفحها بالبسطة تبقى سين قس سلب واحد قس عشر يبقى الأربعة كانت في البسطة ملكش دعا بيها متغرلاش إشارة لكن مين اللي طلع فوق السين بس يبقى السين هو اللي يطلع فوق بسلب واحد كده أنا زبط المفكوك بالنسبالي عايز الحد الخالي يبقى القانون اللي عم بالنسبالنا حهري زائد واحد يبقى حهري موجب واحد بيساوي نون اللي هي بعشرة قاف ريه اللي أنا معرفهاش في الحد الأول اللي هو سين قس عشر ناقص ريه في الحد الثاني اللي هو مكون من سالب أربعة سين قس سالب واحد قس ريه اللي أنا برضو معرفهاش أبتدأ أوزع دول من جنب بعض وجمع السينيات عشان أعرف كمت الحد الخالي يبقى حهري زائد واحد بيساوي عشرة قاف ريه تنزل سين قس عشرة ناقص ريه تنزل سلب أربعة قس ريه دي معرفهاش هوزعها واجبة في الأول هنا كده كمعامل يبقى سالب أربعة قس ريه الجاد في الأول كده والناحية التانية سين سالب واحد في ريه بسالب ريه يبقى سالب ريه كده احنا تمام جدا خلاص ده كده بالنسبة لي اسمه ايه؟ معامل جدعة أنا بقى شغلعة ده الحد الخالي من سين يبقى حه ريه زائد واحد هيساوي سالب أربعة قس ريه كل ده اسمه معامل عشرة قاف ريه ده معامل هنا بقى سين عشرة سالب ريه وسالب ريه لان طبعا في حالة الضرب بنجمع الأسس يبقى عشرة سالب اثنين ريه هو ده بقى اللي عليه الشغل كله مرة أجا أقولك أنا عايز الحد ليه؟ الخالي يبقى ده خالي يعني بصفر مرة أقولك المعامل حد الخامس يبقى ده هنسوي بالخامس اللي الذي يحتوي أو المجتمل على سين قس خمسة يبقى عشرة سنين تسوي بالخمسة مرة المجتمل على سين قس عشرين يبقى هنزل تاخد برضو القس دوت وتسويب ايه؟ بالعشرين وهكذا يبقى دايما الجماعة الشغل كله عليه؟ على القس السيني ده هو اللي عليه الشغل كله يبقى عشرة ناقص اثنين ريه هيساوي صفر لأنه عايز الحد ليه؟ الخالي يلا نبدأ بقى نحل معادلتنا يبقى الريه بتسوي كام؟ خمسة يبقى كده أصبحت الريه بتسوي كام؟ خمسة عايز قيمة الحد الخالي ارجع بقى عوض في القانون العام ما كان الريه بكام بخمسة هو طبعا عايز الحد بس وقاني حد يبقى خمسة زائد واحد كام ستة يبقى الحد الخالي هو الحد السادس ويبقى الاختيار بتاعنا جيم نكمل معازات الحدين برضو في المفكوك واحد زائد سين والسنون إذا كان الحد الثالث بيساوي سبعتاشر يبقى إذا كان الحد الثالث بيساوي سبعتاشر وتلاتة حاة اتنين ناقص أو فيه حاة اربعة بيساوي خمسمية أربعة واربعين يلا يا سيدي المفكوك قدامنا هو المفكوك اللي ايه البيور النقي أسهل المفكوك فيهم اللي هو فيه واحد ده يبقى طبعا هنا أول حاجة بيقول لحضرتك فيه شرط التدائي حاة تلاتة بيساوي سبعتاشر حاة تلاتة يبقى نون قاف اتنين يبقى نون قاف اتنين واحد قاف نون قاف اتنين طبعا ده بواحد مارش قيمة سين قاف اتنين كل الكلام ده بيساوي سبعتاشر وده معادلة أولى المعادلة التانية بالنسبة لنا بيقول لحضرتك تلاتة حاة اتنين في حاة ربعة يبقى تلاتة تنزل حاة اتنين اللي هي نون قاف واحد في سين قاس واحد حاة ربعة اللي هي تبقى نون قاف 3 في سين قس 3 كل الكلام دوت بيساوي معايا 544 ده كده المعادلة رقم 2 ظبط المعادلة دي في السريع لشنبدأ أسم يبقى هنا 3 نون قاف 1 طبعا ليه نون ونون قاف 3 تنزل سين في سين قس 3 تبقى سين قس 4 بيساوي 544 ودي اللي ممكن أسميها 2 كده أنا تمام وزي الفل واختصرت المعادلة دي وتمام جدا أبدأ بقى عندي كده معادلتين شايف معايا كده على البرد ده معادلة أولى لأنا مبروزها دي وده معادلة تانية هي بقسمة المعادلتين على بعض عشان أخلص من السين وأجيب كمان قانون النسبة هنا يبقى بقسمة المعادلتين يبقى المعادلة الأولى 3 نون نون قاف 3 على نون قاف 2 يبقى نون قاف 3 على نون قاف 2 وده قانون طبعا النسبة بتاعي سين قص 4 على سين تربيع يبقى سين تربيع كل الكلام ده بيساوي 544 على السبعتاشر بتساوي 32 أبدأ أختصر يبقى 3 نون ينزل طبعا قانون النسبة لازم يكون ليه 3 شروط يبقى بص خلي بالك بقى نرجع قانون الجامعة كده والطرح بسوء الجامعة والتبسيط هنا طبعا قانون التبسيط أو قانون الجامع نون ونون زائد واحد يبقى متشابهين متشابهين ومتتليين يبقى ده بنسبة للجامعة النسبة للنسبة 3 حاجات متشابهين يبقى نون نونهو نون نون متتليين 2 و 3 هوم والأكبر فوق يبقى لازم الكبير يبقى ايه فوق يبقى ما تستخدم مقلوب القانون يبقى هنا مع بعض ده متحقق في كل الشروط نون نون نفس التوفيق يبقى ده الشرط الأول متتليين 2 و 3 الأكبر فوق يبقى 3 شروط متحققة يبقى نون نقص ره زائد 1 على ره حيث النون حيث الره رتبة الحد أيوا برافو عليك الأكبر لكن في ذات الحدين نفس القانون بتاع النسبة بين حدين في ذات الحدين نون نقص ره زائد 1 على ره في الحد الثاني على الحد الأول بس الره هناك مين آه أيوا تمام الره هناك بتساوي رتبة الحد الأصغر يبقى في التوفيق رتبة الحد الأكبر في ذات الحدين رتبة الحد الأصغر يبقى هنا نون رتبة الحد الأكبر بتلاتة يبقى نون نقص 3 زائد 1 يبقى نون نقص 2 على الثلاثة يبقى نون ناقص 2 زائد نون ناقص 2 على الثلاثة والسين تربيع تنزل زي ما هي بيساوي 32 هطير الثلاثة مع الثلاثة يبقى أصبح المعادلة الثلاثة بالنسبالي هتبقى على صورة نون في نون ناقص 2 في سين تربيع بيساوي 32 ودي كده أقدر أسميها ثلاثة بص بقى كده على الثلاثة وعلى 1 هتلاقي هم والاتنين في بينهم ايه سين تربيع يبقى ممكن نقسمهم على بعض وخلص من سين تربيع على طول يبقى بقسم الثلاثة على واحد يبقى بقسم الثلاثة على واحد يبقى نون نون في نون ناقص 2 وسين تربيع طبعا على سين تربيع طارت نون قف 2 اللي هي النون لم 2 نون لم 2 على ال 2 كل الكلام ده بيساوي 32 على ال 17 كده احنا تمام في مشكلة كلنا فاهمين نبدأ نكمل بقى يلا يا سيدي يبقى نون قف 2 بتساوي نون لم 2 على ال 2 وبتنحى التانية بتساوي 32 على ال 17 نبدأ نختصر يلا مع بعض مقام المقام بسط يبقى ال 2 تطلع فوق نون في نون ناقص 2 نون لم 2 يبقى هنقف على مضروب النون واخد منه فكتين نون ونون ناقص 1 بيساوي 32 على السبعتاشر نبدأ نختصر النون تروح مع النون وهنا على الاتنين فيها الواحد النحة التانية على الاتنين فيها السبعتاشر يبقى النون ناقص 2 على نون ناقص 1 بيساوي 16 على السبعتاشر كده احنا كويس جدا 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 طرفين فوسطين بقى ولم النون في ناحية ولم الارقام في ناحية يبقى نون في السبعتاشر بسبعتاشر نون ناقص 34 بيساوي 16 نون ناقص 16 نجمع النون في طرف والارقام في الطرف التاني هتطلع عندنا النون بتساوي 18 يبقى النون بتساوي 18 كده انا جبت قيمة ايه؟ نون ارجع بقى عوض في اي معادلة اعجبك طبعا انا اختار المعادلة الاولى ممكن الاولى سهلة وممكن برضو التالتة سهلة انت حر بقى اي واحدة في الاثنين عوض فيه يبقى بالتعويض مكان النون ب18 يبقى 18 في 18 ناقص 2 يبقى 18 في 16 سين تربيع بيساوي 32 هنقسم على 18 في 16 في الطرفين يبقى السين تربيع هتساوي واحد عالتسعة ونجيب الجزر التربيعي يبقى السين بتساوي موجب او سالب تلت وبكده اكون حلية السؤال المسألة دي طويلة شوية تمام؟ عشان لازم ناخد شوية على ايه؟ على المسألة الطويلة لان ممكن تيجي مسألة طويلة زي دي في الامتحان تحرجك شوية فما تكشش انا زي ما احنا قلنا قبل كده ما تكشش المسألة خالص لان اللي بيبدأ الحاجة وهو متردد دايما بيغلط حتى لو كان ايه؟ بروفسور في المادة وعلى فكرة زي ما بتلاقي مدرسين الرياضة كده ايه؟ يعني يقول لك يا ابني انا ما بفكرش في المسألة بمحلها يعني انا عمري ما ايه ما فكرت فيها بمحلها ما عرفش عامل فيها ايه؟ انا راجل عندي مبدأ والله فيه معطيات ادينا معطيات انا همشي عليها همشي عليها بقانون اوصل لكن قبل ما ابدأ في المسألة قبل ما اراها وابل ما احسبها في دماغي وافكر كده تلاقينا لا مش عارفها لسه هقرأ بالراحة واشوف معطيات ايه؟ واكتب بمأنة واذا استفدت منها ايه؟ واحدة واحدة حصلت زي ما احنا قلنا شوفنا مع بعض معادلة اتنين تلاتة اصبحوا تلات معادلات وعمل حلهم مع بعض بدون اي ايه؟ توطر يبقى المعادلة التالتة لما طلع فيها سين تربيع روحت القرنطاع اطول المعادلة القول عشان برضو فيها سين ايه؟ تربيع ولو ما كانش فيها سين تربيع ما كنتش هقدر اعمل ايه اي حاجة او هاشتق هلجأ لطريقة تانية زي التعويض يبقى هنا كانت طريقة الحسف مناسبة لدائما تشابه السين تربيع مع السين تربيع لان مأسا تطيير واحد كزا وممكن واحد تاني طبعا يحل بنفس الخطوات كل شيخ وليه طريقة في الرياضة ما فيش مشكلة خلص يبقى مع مورعات الحلول الاخرى ان كان واحد ممكن يا مستر اجيب سين تربيع من هنا وعوض بيها هي هي نفس الطريقة مفيش مشكلة خلص يبقى واحد حل بالحسف والتاني حل بلايه بالتعويض يلا ندخل على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده رقم خمستاشر بيقول لحضرتك اذا كانت سين تربيع زائد صوت تربيع زائد عين تربيع كل الكلام دوت بيساوي زائد اربعة سين سلب ستة صوت زائد تمانية عين زائد اربعة كل الكلام بيساوي صفر هي معادلة كرة طبعا معادلة كرة بينات جدا ان هي صفرية على الصورة العامة إلي يحدد بقى دي إلي يحدد ان دي بقى معادلة كرة حكتين إن معامل سين تربيع بيساوي معامل الصوت تربيع بيساوي معامل عين تربيع بيساوي أي رقم طب وإلي خليها في أبسط صورة او على الصورة ال Perd بتاعتنا إن كلهم بيساوي ايه الواحد هنبص هنا كل دوت بيساوي واحد تمام زي الفل يبقى أبدأ أجيب على طول يبقى المركز بتاعي سالب 3 سالب سالب نص في 8 يدينا سالب 4 يبقى سالب نص في 2 تمام سالب نص في 4 بسالب 2 سالب نص في سالب 6 ب3 سالب نص في 8 بسالب 4 يبقى انا كده حصلت على المركز عايز النقل كمان يبقى جزر سالب نص معامل سين تربيع يبقى أربعة سالب نص معامل صوت تربيع يبقى بتسعة سالب نص معامل عين بيساوي 16 ناقص الحد المطلق اللي هو مدهولنا في السؤال بي أربعة هنلاحظ إن الاربعة طارت مع الاربعة يبقى النقل بيساوي جزر الخمسة وعشرين بيه خمسة وبالتالي أقدر أجيب طول القطر ركز جدا جدا في قراءة اللفظ واحد يكون منطلع الخمسة يروح يختلق خمسة على طول لا إيه دا شوية ده هو عايز طول القطر كله يبقى طول القطر بيساوي عشرة وحدة طول يبقى دايما المركز سالب نص معامل سين سالب نص معامل صوت سالب نص معامل عين والنق بتستفاد من اللي أنت جبته جزر سالب نص معامل سين لكل تربيع زائد سالب نص معامل صوت لكل تربيع زائد سالب نص معامل عين لكل تربيع ناقص الحد المطلق يبقى خلي بالك كلهم فيهم تربيع زي عادي خالص اكناك بيجيب المعيار لكن ناقص ايه الحد المطلق من غير ما تربعه تمام تدعم عنا تقول القطر بعشرة طبعا لو عايز المحيط ممكن مفيش مشكلة خالص هجيب لي المحيط اتنين باي نقع عادي خالص يبقى اتنين باي في خمسة يبقى بعشرة باي لو عايز المساحة باي نقع تربيع يبقى باي في خمسة تربيع بيساوي 25 باي وحدة مساحة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اعتقد ان احنا كده بالنسبة للحلقة الاولى ركزنا على حاجات معينة وبالنسبة للحلقة التانية ركزنا على حاجات تانية خالص نكون لمينا الجبر والهندسة الفراغية كلها وارجو انكم تتابعونا على صفحة البرنامج على اليوتيوب ولو في حاجة سيبوها لي في التعليقات وإذن الله رب العالمين هتلاقي رد عندك ويه وهرعيها في المراجعات النهائية وانتظرونا بإذن الله في الحلقة الجاية واشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته